السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في درس جديد في طرق الفعلاق لتعليم الكمبيوتر. ان شاء الله في الدرس ده اعرفكم ازاي لو انت بيش لاقي التليفون بتاعك او ضع منك او حتى كمان اتسرق اخليك تعرف تخرب من الايميل بتاع الفيسبوك او تسجل خروج من عن طريق الكمبيوتر. يعني لو انت فاتح ايميل فيسبوك على التليفون وانت من على الكمبيوتر عندك تقدر تطلع من الايميل الفيسبوك او الخروجك عشان ما حدش يقدر يخش على الحساب من التليفون اللي انت مش لاقيه دوت او اللي تسرق. وكمان هخليك تعرف لو حد فاتح ايميلك من اي موبايل تاني او على اي جهاز تاني هخليك تعرف الاجهزة اللي فاتحة دي وخليك تخرج منها تعمل تسجيل خروج من جميع الاجهزة دي عشان ما حدش يبقى فاتح ايميلك غير الجهاز اللي انت شغال عليه بس. اول حاجة هنفتح الفيسبوك بتاعنا. ده الفيسبوك بتاعنا. هتدوس على العلامة دي من على الجنب. وبعد كده هتدوس على الاعدادات. هتظهر لك الشاشة دي. هدوس هنا على الهاتف المحمول. بس قبل ما ادوس هوريكم حاجة من هنا. عندي الامان وتسجيل الدخول. هنا بيقول لي الاماكن الذي سجلت دخولك منه. عندي هنا جهاز كمبيوتر ناشط الان هو الجهاز اللي انا شغال عليه دلوقتي وفاتح منه الاميل. وهنا تليفون اندرويد. وبيقول لي هنا نوع المتصفح اللي كان شغال عليه التليفون دوت. واخر مرة كان فاتح من امتى? كان من ساعتين. قدامك حلين. الحل الاول انت لو ليه تقتر من جهاز كمبيوتر. من عن طريق العلامة اللي على الجنب دي. بتدوس انا. وبعد كده بتقدر تتابع في تأمين حسابي. وبتشوف الجهاز ده عمل ايه? اه من عن طريق خطوات تمشي بيها على الفيسبوك. او لاما تدوس كده وتدوس تسجيل خروق. هيقوم خارج من الجهاز دوت. هيطلب من الجهاز ده يدخل باسورد تاني. لو انت دخلت على جهاز تاني. وفي دي المفتوح ممكن ما يكونش عارف الباسورد. فانت ممكن تعمل حاجة جميلة جدا. انت ممكن تعمل هنا تسجيل خروج. وبعد كده تبدأ تغير الباسورد بتاعك من هنا. هتدوس على تعديل. هتقوم كاتب الرقم السر الحالي وتغير الباسورد. طيب. هنخش هنا على الهاتف المحمول. دي بقى ميزة تانية. هندوس هنا على هل فقط هاتفك. هدوس هنا. بقول لك ازا فقط هاتفك انقر على تسجيل خروج من الهاتف. لمعنى وصول اي شخص اللي حسابك في فيسبوك باستخدام هاتفك. لو انت تليفونك مش تلاقيه او سرق او ضاع منك. بيقول لك ان اللي انت ممكن تعمل تسجيل خروج من الهاتف عشان ما يوصلش الشخص اللي معه التليفون ده او واما يلاقي التليفون ما يفتحش الفيسبوك بتاعك. فهدوس تسجيل خروج من الهاتف. بقول لنجحت بتسجيل خروج هاتفك من فيسبوك. لمزيد من الامان بامكانك ازالت اي هواتف فقط طاقة من حسابك في اعدادة الهاتف المحمول لديك. طيب. كده قدرت اشيل الحساب فهنخش هنا على الامان وتسجيل الدخول. هنلاحز هنا ان هو مسح التليفون اللي انا ورطه لكو في الاول. هتلاقي ان هو بالفعل عمل تسجيل خروج منه. انتم ممكن تفتحه تفتح حسابكو الفيسبوك على التليفون. وتفتحه من عن طريق كمبيوتر وتقدروا تعملوا تسجيل خروج آآ من على الكومبيوتر عندك هتلاقي بالفعل هيتسجل خروجه تلقائي من على التليفون اللي انت قد تفاتح من عليه الفيسبوك. واتمنى تكون استفدتم في الدرس ده. لو انت اول مرة شاهدنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو. ولو عندك اي سفسار ممكن تكتب لنا تعليق او ترسلنا على صفحاتنا على الفيسبوك ترقوا الفاعلة لتعليم الكمبيوتر. وما تنساش تشترك في القناة وتنساش تعمل شير للفيديو عشان جالك يستفد منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.